بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية المستوى العاشر أهلا ومرحبا بكم في كورس جديد وهو كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2 طبعا القورس انجينيرينج 2 دوت استكمال لكورس الفاونديشنز انجينيرينج 1 معكم دكتور محمود حسين الدكتور بقسم الهندسة المدنية بجمعة الملك خالد النهاردة ان شاء الله هنبتدي في شابتر 1 في الكورس وهو الانتروداكشن أول جزء في الانتروداكشن هو عبارة عن ايه هي أهداف الكورس اللي احنا هندرسه فيه السنة قبل ما هنتكلم على الجولز او اهداف الكورس هنتكلم الاول على وصف الكورس بتاعنا كورس بتاعنا بيدينا ايه او هنستفيد منه ايه تلات استفادات رئيسية هنستفدها من هذا الكورس اول حاجة الكورس بتاعنا دوت بيسلط الضوء على المبادئ المتقدمة لهندسة الاساسات احنا طبعا خدنا المبادئ بتاعت هندسة الاساسات في فونديشنز 1 لكن هنبتدي ناخد ادفانست شوية في فونديشنز 2 وازاي نحلل اه الاساسات بتاعتنا النقطة التانية هي عبارة عن ودي اهم نقطة فيه الكورس هنتكلم عن الدي فونديشن والاند بيرنج بتاعتها والسكن فريكشنز وانواع الخوازيق كل ده هيتوضح فيه الكورس بتاعنا واخر جزء فيه الكورس بتاعنا هيبقى خاص به الريتينينج استركشورز وهنتكلم على الشيت بايل وال والريتينينج وال طيب ايه هي بقى اهداف الكورس بتاعتنا اول هدف احنا عايزين برضا نراجع على الانواع المختلفة من الاساسات نجدين نعرف ايه هي انواع الاساسات اللي بنستخدمها في المباني بتاعتنا النقطة التانية عايزين نفهم زي ما انا بقول التحليل للمبادئ المتقدمة لهندسة الاساسات النقطة التالتة هنتكلم على دراسة الانواع او الطرق المختلفة ازاي نحسب البيرنج كبسي من البايلز ودي هتاخد معنا جزء طويل شوية النقطة الرابعة هنبتدي ناخد مهارات في ازاي نصمم البايل الفاونديشنز وازاي نصمم البايل كاب بتاعته واخر نقطة ودي اللي خاصة بالجزء الاخير بالكورس بتاعنا هو ازاي ناخد مهارة تصميم ارتاينيج ستراكشر شكرا موسيقى